يعليك يا محمد هدي أول مرة اقتبرت فيها الموت والموت ما بيخوفه ولا بيوشه أهلي ما بيعرفو هات الحقيقة أهلي حيعرفوه على الهوى هلأ شو عبالك يكون بعد موجود بحياتك وبعد ما اكتمل؟ لا شو بدك توصل؟ فكرة برجع أنا مني كتير معه لا عبالي رجع أشتغل متل ما كنت أشتغل قبل يعني من ضو 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 لفجأة طفل ظلموك الناس ليديا؟ أنا بعرف أني أنا برجع متل أول وأكتر ليليا محمد اشتقتلك؟ أداي الدكتار ما اشتقولك؟ وأنا كمان اشتقتلكم كلكم حتى اللي عم بيشوفونا كيفك مع الاسترس؟ نيحة بدنا استرس بول حسنا حسنا نشوف الله يصدر منك إذا بقلك على إيدك اليمين كونتر بلسنجز أو عديل النعم يلي أنت ممتنة لأله أول شي صحة الثاني شي التوازن اللي أنا فيه بيزل كل الظروف اللي أطعت الثالث شي مقدرتي على الحب بهذا الوقت وإني أنا دايما أعطي حب الرابع الشي المسامحة أني أنا بسامح وبرر للناس بعطيهن مبررات حتى لو ما كنت مقتنعة فيها بس كرمال يضلوا بعيني بصورة حلوة آه أدا فينا نعطي حب إذا ما عم ناخد قدر كافة من الحب هلأ هو صعب بس بصراحة لإني أنا حدا بيحب الحب وبحب دايما نشوف الأشياء اللي بتفرحني وبحب ما شوف ولا شي بيزعجني حتى الأشياء اللي بتزعجني بتعامل معاها بتدايق بوقتها وبحاول كفي وقول إنه لأ اللي جاية أحلى واللي صار كله لخير حتى لو أنا هلأ ماني رضياني شو اللي زعجني للأطرش اليوم؟ حقيقة أولا الشي طيب بما أنه أولا الشي رح حاول صدق ولكن هطلب منك تغمض عيونك وعائدك لشمال تعديلي شو ناقص بحياتي للأطرش بيكاونت وات إزميسنج بحياتك لأنه ما حدا حياته كاملة ممكن أقول الاستقرار إلى حدا ما يعني بقى بس أصدقاء موجودين حب موجود دائما حتى لو بيحاربني وبحارب وبسقق كي موجود مقابل ما يكون في نعم على طول بيكون في قصص لو واحد محتاج لألة عباله تكون موجودة بحياته هم شو عبالك يكون بعد موجود بحياتك وبعد ما اكتمل شو في أوقات يمكن هذا الحديث ما بيهم حدا بيهمني أنا يمكن الأشي اللي بقول عبالي هي تكون معي ما تعني الناس بس مثلا عبالي أكتر شي عبالي أن يكونوا أهلي معي دائما 24 ساعة يعني ما نضل كل حدا ببلد عبالي أرجع أشتغل متل ما كنت أشتغل قبل يعني أنا قبل كان وقت الفراغ عندي كتير قليل وباقي السنة كلها شغل عبالي هي هي كمان ما بعرف إذا يعني إذا أنا بحق اللي أولى بس لأنه أنا حدا لما بقدم أو بعطي دائما بتوقع من الطرف الثاني أنه هو مثلي عم بيقدم ويعطي فللأسف توقعاتي أوقات بتكون أو سقف توقعاتي بيكون عالي ويمكن الحق علي ما الحق على حدا يعني فعبالي أنه يكونوا الناس بمطرح ما بيشبهوني مثل ما أعطيهم يعطوني ما بدي أكتر بس ما بدي أقل بدي أطلب منك شي بهذا الحوار بهذا الدردشة إليك الحق أنك تعبري عن كل أفكارك وكل ما عم بدور ببالك وأنا واجبة أن أسمعك ودردش أنا وإياك من دون ما أحكم عليك أنت حقي عطينا فرصة أنت ما بتحكم بس هذا اللقاء رح يشوفه كتير ناس نحن بمطرح يعني الكلمة محسوبة علينا التصرف محسوب علينا يمكن ما نكون عم نقول الأشياء بشكل عفوي فعب تتاخذ وبنعمل منها ظلموك الناس لديها بمطارح إيه بس بس رجع كل شي تعدل يعني الحمد لله رب العالمين أنا ما بخليني طول حتى الناس هي اللي ظلمتني ترجع تستسمحني عندي زميلة إليه من السويداء لما قلت لها ليليا القطرة شضيفتي تعرفي شو قالتلي؟ شو قالتلك؟ قلتلي جريئة ما بتشبهنا؟ نعم نعم ما عحق ما بالضرورة كون بشبهها يعني إذا بدي أنا أشبه كل العالم والعالم كل تشبهني وين هويتي وين جخصيتي وين وين كياني فرح أخذه بالمعنى الإيجابي أي أكيد ما بشبهها هي هيك شايفة أوكي بشو ليلي الأطرش بتشبه بيقتك وبشو تمردتي على بيقتك؟ أبداً ما تمردت أنا مثل ما أنا مثل ما أهلي ربوني أهلي دائماً حوالي وفخورين فيني وبالعكس هنن كتير ناس يعني هنن بيشجعوني على كل شي أنا بدي أعمله شوف بدي يقلك بالآخر نحنا بشر قد أكون أخطأت بمطارح معينة مثلي مثل أي حدا وقد أكون ما عملت الصح بس بالآخر هدولة كلهم تجارب يعني أنا لا أعرف شو الصح وشو الغلط لازم جرب فأي أنا ما بحس حالي أني ما بشبه بيقتي بالعكس أنا عملت وجربت وساويت أشياء وأخدت عبارة من أشياء وصرت ليليا وأوقات إحنا منزيح شوي عن الطريق بس بيترجعنا تربيتنا وعاداتنا ودقاليتنا وأهلنا وكل هيدول الأشياء إجباري أنا بالنسبة لإلي بعائلتي بالعكس هنن أول داعم رئيسي لإلي أنا حتى بمطرح من المطارح لما كنت أصغر شوي وكنت لسا ما عم بستوعب شو عم بيصير وهي الشهرة وممكن اتعرض لأي انتقاد أنا بكتير مرات أنا كنت بدي أترك يعني خفت اللي كان عم بيقويني ويساندني وياخد بإيدي هنن أهلي هنن اللي كانوا يقولولي إنه لأ مو عند أول عسرة تستسلمي خلينا بيبدأ من توفولتك توفولت ليليا الأطرش إمت اكتشفت إنك بتحب التمثيل وتصيري ممثلة من أنا وصغيرة كتير أنا قبل ما بلش تمثيل كنت يعني بلشت إعلانات فكرة الإعلانات كيف كانت كانت إني أنا كنت أشوفها على التلفزيون ومقولت صغير هاشي عم بيحمموه بالشامبو وشي عم يأكل شي شي بس يعني فأنا كنت أقولهم لأهلي بدي أطلع على التلفزيون أنا كمان بدي أمثل أنا كمان بدي أعمل دعاية فحالفني الحظ إنه والدي كان إله علاقات من ناس بالوسط الفني فبديت أعمل إعلانات وكمان كنت غني الأعلانات يعني غنيهم ومثلهم شو زيك رأيها غنية من أي أعلان؟ كتير شغلات كان في شي بس عنا اسمه ديربي مثلا أنا أنا مغنيته بيقول ديربي ديربي أطيب بطاطا ديربي بطاطا طبيعي ديربي نكهتها غنية يعني هاي شغلة وكان مثلا في شي تاني شي قاله علاقة بومبون هادي عم نحكي نحنا عن ثوانة على التلفزيون ثواني طبعا هادي الثوانة كانت يعني تشفيلك غليلك أو كين بعبدك أكتر؟ لا ما هو هذا السبب يلي خلاني أنا أقول إنه لا بدي أكتر ما عاد كفتني ثواني على التلفزيون صرت كل ما بشوف بنت صغيرة أو ولد صغير بمسلسل ابكي إنه أنا بدي أطلع مثلهم من كتر ما نقيت على أهلي بصراحة قدرت أحصل على فرصة بس كنت طفلة يعني كنت ولد بس هاي الفرصة كانت نتيجة اختبار يعني أنا اختبرت مع مثلا خمس بنات غيري الواسطة إذا لعبت بحياتي للأطرش؟ ما كان في واسطة أبدا أصلا لو في واسطة كنت أنا هلا عم بشتغل أكتر بكتير من قبل يعني هو ما فيه هدايات كانت واسطتي فقط إنه أنا أخوض تجربة الامتحان يعني كان ممكن ما يختاروني بس أنا كنت كتير شطورة وما كنت استحي من الكاميرا وما كنت خاف شو ما كانوا يقولولي يا عملي أعمل من حبي لأني أنا أطلع على الشاشة فدائما كمان كان اجتهادي وموهبتي بوقتها هي اللي خلتني أطلع على الشاشة يعني هي اللي خلتني يختاروني من بين هدول البنات اللي كانوا معاي فهيكي بل الشاشة أصلا أنا أحكي هوني عن ليليا الصغيري الصغيري حتى بحياة ليليا الصغيري أمام الكاميرا اللي ما كانت تخاف ما كنت خاف أنا هلا بخاف هاوصل له هلا بس بدي أرجع بعد كمان لطفولتك أوكي قصتك مع الفنان الكبير ياسر العمي أول شي ليليا ما بتعرفي انتك انت طبعا بعرفه من التلفزيون اي بس اي بس أنا أكيد ما بعرفه شخصي شك انت تعايتينه عمه ليه كنت تعايتينه عمه أنا كنت أصغر بنت بالوسط الفني يعني أصغر أحدا وكنت أصلا عن جد غير مدركة لشو يعني كاميرا وشو يعني صوت وشو يعني إضاءة وشو يعني تمثيل بس كنت حب اني اطلع على التلفزيون هذا كان الهم وكان حب انه يكون المشهورة بين طلاب المدرسة ويقولوا اجت بتطلع على التلفزيون اجت المشهورة يعني هيك كنت روح على التصوير يقولوا لي بدك تقولي هلأ هيك للماما اقري كذا اقرى فأنا ضلني هيك يقلقاني فيقل لي الاستاذ ياسر شوف يا عمه لا تطلعي على الكاميرا اطلعي على ماما وقولي له هاي الجملة بس تخلصيها للجملة رح اعطيكي الشوكولات فأنا كان كل عمي اني انا خلص الجملة واخذ من الاستاذ ياسر الشوكولات فهي بلشت هيك وكبرت وكبرت المسبحة وين كبرت المسبحة كبرت المسبحة اني انا يعني مثلا خلي احكي على فترة الاستاذ ياسر من فترة يعني بوقت انا كنت قل له عمه بعدين انا لما صرت صبية واوعى صرت استحي قل له عمه فصرت قل له استاذ فدايما خربت بين عمه وبين استاذ يعني من هون قل لك طلعي بالكاميرا وقولي ماما ايه والدك رحلت ايه اذا هلا قل لك طلعي بالكاميرا امم وقولي ماما لا بقل لها اشتقتلك بس مامتي انا امكي على فكرة بينكسر الواحد مع اي وفاة يعني بالاخص وفاة الامن بتعرف انا هي اول مرة احدا بيسألني على الهوى عليها ووقت اتوفت انا ما بكيت وصرت اسأل حالي انا بحبة ليه ما بقيت معقول ما بحبة فمره فايتي على مشهد عزا فيا يعني عزا حدا اصلا بالمسلسل ما بيقرب ليهوى بيكون اخر فئتي وحطين المسابح والقرآن والاسود والحطة البيضاء انا بتذكر انه انا هون اتفجرت بالبكة هون يعني انا هون هون استوعبت انه هي راحت يعليك يا محمد عن جد ما اتوقعت اني انا ممكن ابكاء لهوى بدروح الى الموت بحقيقة ليليا الاطرش بتخافي من الموت ليليا؟ ابدا لا ابدا يعني علا انا اختبرته اختبرته كتير مليحة اختبرته مرتين وبالمرتين شوف هذا الموضوع يعني انا ولا مرة حكيت فيه وما بحب اجي عليه وما بحب ابدا يعني ابحث فيه او حتى احكي مع حالي اذا بدك منحكي فيه ما بنحكي فيه وفيها تكون يعني فطفضة بترتاحي فترة من الفترات امرضت مثل اي انسان بيمرض وطبعا بتعرف الاهل بيضلوا حواليك وبيجيبوا لك ادويتك وبيعتنوا فيك بس كان هاي اول مرة محمد انا كنت بحس انه جسمي ما رح يسعفني يومين كمان يعني وهدا الشعور كتير غريب يعني كتير غريب انك انت تحس انه كله عم بيقلك ييه لكيه ما انته هلا بكرة بتطيب شو اي اول حدا بيمرض عادي بتمرد وبتطيب وبتصح وان شاء الله انا كان جسمي عم بيقلي ما رح أسعفك لدرجة أني أنا صرت أطلب شوف أهلي كلهم يعني واحد واحد من غير ما أقلهم ومن غير ما أخوفهم أنه أنا هيك حاسة ليوم من الأيام كنت كتير تعباني رحت بدي نام صليت وحكيت مع الله ودعيت له وقلت له أنه أنه أنا قبلاني يعني قبلاني بحكمتك قبلاني يا ربي بشو ما بدك بس أنا كلهم عم بيقلولي رح تطيبي وأنا ما حاسي حالي رح تطيب أنا بدي منك إشارة إشارة لأي شي ضعيت كتير ونمت أحلمت إني أنا معزومة على عشاء كتير كبير وفي طاولة كبيرة طويلة من هون لهنيك مليانة عليها أكل وفواكي وحلو وشو ما بدك أنواع يعني فقال أنا طلعت قلت أوه مرأة بين عم بطلع عالطاولة شوفيها أكل بقوم بلاقي فاصولية وبرغل فبقول إنه لا خلص أنا رح أحضت فاصولية وبرغل قال حطيت وأكلت أكلت منيح وقلت ماما عقول شو طيبين بهالثاني أنا فتحت عيوني لأول مرة بمسك تليفوني وبكتب برغل وفاصولية يعني شو بالمنام هي بشرة من الله للمريض بالشفاء التام أنت ما بتعرف بهذا اليوم اللي أنا جسمي مو قادر يحملني أنا كيف قمت فيقت كل البيت وكنت عم ببكي وقلت لهم أنا رح طيب ووقتها حكيت لهم أنه أنا كنت حاسقني أنا ماميحة اكتشفت أنه هن كانوا عارفين أنه هذا الوداع الأخير معي يعني ايه يمكن كان وما يمكن لها هلأ ما اعترفوا لي هاي دي أول مرة اختبرت فيها الموت ايه معجزة هي اللي شافتك بتقولي أكيد أو الأطباء شو قالوا ايه بعتقد يعني معجزة إيه هي شكراً لالله على كل نعمة أطانية هاي دي أول مرة اختبرت فيها الموت كانوا أهلك حدك كانوا أهلي حدي اختبرت الموت للمرة الثانية هاي كانت الأصعب لأنه هاي كانت فجأة وعفكرة أنا أهلي ما بيعرفوا هات لحقيقة أهلي حيعرفوا على الهوى هلأ كنت لحالي ما بيعرف شو اللي صار وقعت وقعة ولما قمت وطلعت أنا وين ولأول كم ثاني أنا ما بعرف أنا وين يعني أنا شو مستوعبت؟ صار معي مثل فقدان زاكرة وفجأة بتختلت عليك القصص يعني فجأة بيختلت عليك الشام يعني أنا وين ما وين كنت الشام ببيروت بدبي أنا وين بعدين لستوعبت إنه آه أنا هون بالبيت الحالي قدي ضلتني على الأرض ما بعرف ما بعرف كيف كمان مسكت هالتليفون وكتبت كتبت شي كتبت شي بصراحة وبيدي أهلي يعرفو في أخدت هيد الفرصة من عندي سؤال يعرفو من هون شو كتبت اي بعد ما وقعت فجأة ورجعت صحيت بطلت خاف من الموت لأني اختبرته ولولا سواني كان عبارة عن غرفة مليانة ضوء وبلحظة الضوء كله طفا بلا وجع وبلا أي أحساس بعدها صرت عم فكر بكل اللي حولي كيف رح ينوجعو وكيف رح يحزنو أنا ما بعرف كيف بدي أخبرون أني ما توجعت وما حسيت بشي وأنه الموت ما بيخوفو ولا بيوجه حقيقة ولا شي أدي صغر مريء على الحادثة هاي أربعة شهور وما كعم فيني شي يعني أنا لش بقلك أنا كتفاقة من النوم كعمل صحتي وما فيني شي وعم بعمل شي بدي أشرب شعور كتير غريب محمد شعور عن جد أنا لأني بهاي اللحظة ضغري كتبته فلسة بتسكره يعني من ضو 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 لفجأة طفا بس بس طفا خلص ما بقى في كهربا ليه لما بنقرى الواجعة أو الحالة اللي نحنا كنا فيها بنرتاح أو العكس لا بترتاح بترتاح لأنه بتقول إنه استفقادات الله رحمي بتقول إنه الله بيحبك يعني هدول الإشياء بتقويك شو اللي بيكسرك اليوم بس أهلي على سيرة التجارب أول كف بحياتي دي الأطرس كف؟ بتصدق إذا بدي يقلك يعني أنا من أهلي ما أعكلي كف أنا خاصة من البابا هلأ ماما يمكن هلأ تذكرت خاصة من بابا بابا كلمة سيئة ما سمعت منه حتى وقت كنت بغلط ماما كانت تتفلفلني ما تضربني كفوف تحطلي حر حادثة تذكري فيها الحر شو عملته أنا بقلك كنت يععم شاغب وأنا كنت بحب البابا أكتر من الماما معلق أفي أكتر منها يمكن لأنه هو دايما اللي كان يدلل ما منشوفه كتير وهي الآسية بتعرف بتربي دراسة نعم وبكير فيه وبكير فكنت دايما أعمل ملاحة إذا هو تلع من البيت وبكي فمرة من الراحة عكتر ما بكيت عكتر ما صرخت وعكتر ما كل البناية سمعت صوتي هو رايحة الشغل قالتلي بتعرفي هلأ رح خليكي تبكي على المزبوط فأنا ما فهمت يعني بابا بدي بابا وامسك قميسو بدي بابا عميت راهة جابتلي فلفل حرحرتني يعني وقالتلي هلأ ابكي وحطتني بالحمام قالتلي استرجي تغسلي قبل ما أنا أقلك فأدي يعني كنت أنا ما بسترجي غسل بس أنا عم ببكي إني أنا محرحرة وتقلي مين بتحبي أكتر ما عدت بديك تبكي عليه أنا لا لا ما عدت بكي عليه مين بتحبي أكتر ماما ايه تعالك اليوم اكتشفت أنك بتحبيهم الاتنين قط بعض أنا أمي وأمين فصلوا عن بعض وأنا اخترت ضلني مع بابا من أنا وصغيرة يعني كيف هو بيشوفني كيف بيتصرف معي كيف بيعاملني إني أنا أميرته كيف كيف مدللني كيف هو سند كيف هو أنا لو شو ما كنت خابصة وشو ما كنت مخربطة وشو ما كنت عاملة شي كيف هو بوقف معي وبعدين بينصحني وبعدين بيقلي إنه أنت ما كان لازم تعملي هيك هو الحب ولانا لانا حبيبتي أختك اللي صغيرة عم بحكي عفكرة بدي إيقلك شغلة وكمان إختي أنا ولا مرة حكيتها لها لانا هي هلا الكتف السند البوصلة التوازن حكينا عن أول كف ومع هيد الأول كف وصلنا لأكبر حب وأول حب اللي هو الوالد بس تاني حب بعد الوالد آه تاني حب كان ابن الجيران يعني كنا نحب بعض من الشبابيك كان بيبي نايتي هو بأي حارة كبيرة هيدا الحب هلا هو فقط كان كتير بريء يعني هو فقط كان منعيش شباك أتركيلي ببراقته وسري جيل الخبرية و بس يعني ما فيه حليوته ببراقته حليوته ببراقته عم نحكي عن حب ايه أول حب بحياة أنا كنت بفكرة أنه هذا هذا حب ورح أقول لك كيف كنت شوفه هو كان ابن جيران وأنا كنت بالبناية يعني كل كل شباب البناية وكل شباب الحارة النجمة المشهورة أيوة لأنه هاي البنت الصغيرة اللي بتطلع على التلفزيون المشهورة فيعني كان إلي هيك وضع خاص عند الكل فكنت حبه يشوفني من الشباك يشوفهم من الشباك يتسملي ويبتسملو فقررنا منه نشوف بعض يعني كيف نشوف بعض كان هو بيربي قطط يعني سينات قامت أنا وشو بدي يقل لماما بدي يشوفه قلت لها بدي يجيب قطة الله يخليك لو جيبنا قطة بلا شيت هون القصة القطة بدي حمام بدي حمام فأنا كنت قل لها أنا بخاف ماما حممها خليني يقل له يجي هو ويحمملي القطة فكانت شوفتي لقل له هي عبارة إنه بالحمام مع خربشت القطة مع يعني الحالة اللي بيعندوها القطعة وقت بتحمموه فكنت شوفه باسم الحمام وموا عم يحمم القطة عفكرة أنا بشوفه لليوم التقينا بالصدف ولتقينا هون بدبي ولهلأ أنا بذكره بي بتتذكر أمك لما شافتنا من على الشباك بتذكري أبوكي شعرت شعرت الوقت بتذكرك تطلع على الشباك هي أمه فأنا عم بتطلع عليه وقعدي على كرسي عم بتطلع عليه فجأة وفعت رأسه وطلع رأس أمه فلما طلع رأس أمه من رعبتي منه أنا قلبت كلني أنا والكرسي يعني قلبت كلني فبقل له بتذكر لما أمك شافتني قال لي قلبتي بالكرسي وقالت لي شو قاعد عم تعمل أنت وياها الشبابيك ليليا الأطرش بتقولي أنا والحب طلاث نقط عبيلي هلا ما فيني أقول أنا والحب ما لنا أصحاب بس أنا مسرة لنكون أصحاب كم خيبة أمل بالحب كتير خيبات أمل يعني يمكن تكون لألي ويمكن تكون للأشخاص التاني بس لا ما رح نسميها خيبة أمل لأنه خيبة أمل كتير كلمة كبيرة بصراحة بس إنه إيه في بعض قصص ما كملت لسبب ما كان في عندي فيها خيبة ليش مالنا أصحاب لإني شخص بالعلاقة بعتبر حالي أني أنا باطي بصدق وشفافية وما بحسب حسابات يعني أنا بتعلم بتعامل بعفوتي وإذا أنا حبيتك بعتبرك حدا من أهلي يعني كيف بعامل بابا كيف بعامل لانا كيف بعامل بيت جدي خالي خالاتي يا دولي أنا ما بحسب حسابات معاهم ما بفكر خلص هذا حب يعني ما في إله أي شروط فأنت لما بأوقات بتتعامل بهاي الطريقة طرف الآخر شو بيكون ردة فعله؟ في ناس ما بيحمله عقله في ناس بتفكر إنه إنه هي هيك يعني بتشوف حاله بيشوف حاله بمطرح بيتكبر عليك ايه بيتكبر على كل القصة يعني هو فجأة بيشوف حاله إنه هو كتير حدا عظيم لأنه هاي البنت شكلي يوحي إني أنا حدا قوي وحدا أتحاله أنا حدا قوي وأتحالي بس بس أنا حدا معطا أنا حدا محب كتير أنا حدا بيهتم كتير أنا حدا مستمع جيد جدا حدا بعطي طاقة حلوة للناس بعطي أمان أنت معطاقة إيه؟ بتعلمت ليليا تجارب هالحياة بالحب إنه تخططي شوي هي هي تبطل تخطي أكتر هي هي كل ما بقول شوف طبع سبحان رب العالمين يعني أنا مثلا ممكن أقول إنه أنا هلأ القصة الجاية ما بدي أقوله إذا أشتقتله ما رح أقوله أشتقتلك أو رح أقوله بوقت معين أو رح أعزبه لأقوله ما بدي أقوله أنه بحبك حتى لو ما بدي أقوله أنه طالع اليوم حلو بس أنا ما فيني ما أنا حدا عفوي أنا حدا بقول شو بحسبه؟ ضعيفة أمام الرجل وأمام الحب مو ضعيفة الحب حددت مع الرجل البعض قد يرى اللي أنت عم بتقوله أو يقرأ اللي أنت عم بتقوله بضعفة لا أنا بدي أقولك لأنني ما بيخطط وبيخلي عواطف وهي تديره يعني هلأدي هو حقيقي أنا عاطفية للأسف الشديد إني عاطفية يعني هلعادي هلعادي بدي أخلص منها ما عم بعرف كيف أنا ضعيفة بالحب كل ما بقول لأمني ضعيفة ليك ما علي أقولك شغلة ما علي أحكي لك قد نحنا عنا كسرات وخيبات وخزلان بس أنا بعرف الحب الحقيقي أبدا ما نضعف لما بيجي حدو ورح يجي متل ما أنا بفكر بيفكر هيكون رائع بتخافي يقطع العمر وما يجي إعدى الحب لا 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 لأني أنا رح أظلمي حب ورح أظلمي إن حب أنا أنا بحبه للحب يعني حتى إذا هو مخاصمني بمطارح أنا عضلني وراك ما بعرف عيش بلا حب محمد ندمتي على أشخاص كانوا موجودين بحياتك وخسرتهم مو أنا اللي ندمت هنني اللي ندرم الحمد لله وبكل ثقة ما في حدا راح ما رجع كل اللي راح رجع ليه رجعوا بتكتسألهم بس للأسف أنا نظرتي إلهم وقت رجعوا غير نظرتي إلهم وقت كانوا يعني كتير متأخرين كتير بسمع أنت أحلى حدا بحياتي أنت ما في مثلك أنا غلطت سامحيني بس أنا بكون منتهي الموضوع عندي غلطت سامحتك ما سامحتك هلأ رجع هلأ يعني يعني بكون شايفته متل ما شايفه أي حدا هلأ أنا بعرفه عم تعمل معي بلطافة فقط لا غير للأسف عفكرة أنا قبل التركي مع مع شريك بقول بنبه يعني بس يعني بحاول الفطل وانتباهه لأنه هو أنا بقل له مثلا ما تعمل هيك لأنه أنا إذا مثلا شو ما تعمل يعني الشي مثلا زعجني غياب غير مبرر ما تختفي ما تختفي أي غياب غير مبرر ممكن أفهمها مرة مرتين بعضين إذا ما فهمتها بتدايقني يعني يعني شوف محمد أنا عم قللك هالشي بيزعجني وهالشي بيزعجني بتلك شي مش عايبة تكوني حساسة إيه إذا أنت عم تعملون وأنت بتعرف أنه بيزعجوني معناتها أنت ما مقدر لما يروحوا الرجال والحب شو بيهتز بليلي الأطرش سيقتي بالحب سيقتي بقلبي بزعل من حالي بزعل ليش عطيت هون كتير بقول أنه أنا ما كان لازم أعطي هيك بس كل مرة أنا برجع بحب وبعطي كيف بتلمل من نفسك بقول لك شغلية محمد قبل يعني خيانا نقول قبل النضوج أو قبل الوعي كنا نفوت بقصة نفوت بالحياة نطلع من الحياة مكسرين شوي مضعضعين نرجع نزبط أمورنا ونمشي هلأ هلأ الكسرة صعبة الخزلان صعب شعور الفراء صعب اعترافك بينك وبين حالك أنك أنت مأهور لأنه هيك صار صعب ما بتليقى عحالك يعني صرت ما بليقى عحالي حتى أبكي بزعل من لي لأنه هي معقولة أبكي يا لأ مع أنه هو لازم أبكي صرت ما بقدر وعبر لحدة عن عن اشتياء عن وجع عن فراء عن خزلان صرت بطبهم بحطهم هيك بدفتر بسكروا وبقوم خاصة أنه أصلا الحياة كتير صعبة وكل شي عم نقطع فيه نحن جنوني نحن ما بنعرف وين منكون وين منصير فجأة نحن بها البلد فجأة بغير بلد فجأة بها المكان فجأة بغير مكان صارت الدنيا كتير آسيا وكتير صعبة ليه بتدور أنت على الحب لأنه الحب شوي بيحم أو الحب شوي بيبلسم القصص لغما هيدا ورغم الوجع بتلمل نفسك بلملي بحالك بتقولي حقت صالح مع الحب ايه وبقول لو أنا هلأ مش رضياني بالنتيجة بس أنا بعرف إنه هو بيعرف أكتر مني ومليح بعضهون ومليح وقفهون الأمومة ايه لا 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 حلوة طبعا عبيلي كتير أم ما فيه أنسة ما بتفكر أو ما بتحلم حتى أنه يكون عندها طفل بس أنا ضد أني جيب طفل لمجرد أني أنا لازم جيب طفل أنا ما بتزيل ولد لحاله بديل ولده أبه بتكون أنا عندي شريك ربي أنا وياه هذا الطفل ما بدي أعمله لحالي أكيد عندي بس هلأ مؤجل لو قد يجي بالصلاة عن نبي العريس فيما لو ما وجد هذا العريس؟ ما بعرف بيكون ربنا ما كاتب بيكون ربنا ما كاتب ما بعرف بس أنا أنا يعني أنا بفرغ طاقتي كتير منيح مع الأطفال أنا كتير بحب الأطفال وهنهم بيحبوني فوين ما لقيت ولد صغير بالعائلة عنه دايما هو حسطي يعني بس صغير لما يكون ابنك ما اختبرته لهالشعور يمكن يكون يمكن يكون شعور يعني صعب علي حلو بس صعب يعني جاهزة للأمومة؟ أنا جاهزة بس يكون في جاهزة للرجل شكله قبل الأمومة بدل حب قبل الأمومة صح يعني أنا كان فيني اتزوج حب أو زواج حب أو زواج ما بديك تتزوج يا زواج عقلاني كان فيني اتجواز بس أنا ما بعرف أعمل شي من غير ما أكون حاسي وهي مشكلة يعني أنا أوقات بقول إنه إنه أنا كان لازم يعني كان لازم رود نفسي أو كان لازم شغل عقلي أكتر من العاطفة بس بالآخر وقت بتحق الحقيقة محمد أنا بركض ورا الحب مع العمر الواحد لما بيكبر بيغير أولوياته بيرجع بيصير بيحط أمور تانية بتكون هي ضمن الأولويات أنت بالعاطفة ما عم تعرفة لا بيظلوا الحب والعاطفة بتتحكم والعائل العائل موجود يعني أنا هلأ مثلا ما بقى أسمح لحالي أني أنا أفوت بعلاقة ما بعرف شو بدي منها يعني لا الزرف ولا الوقت بقى بيسمح أنه أنت تفوت لحتى تجرب وتتسلى عادة عادة الرجل الشرقي يعني بيتعرف على شخصية مشهورة وعلى أمرأة وسيدة يعني أو آنسة ممثلة أوقات بيكون هو بده الضو طبعا عجدا عم بيحكي في جاي لقربوا مني كرمل الضو؟ كتير كتير كيف كنت تعرفة؟ المواقف مثل؟ يعني مواقف هلأ يعني ما فينا نشرحها بس أي كنت أعرف أصد بيكون بدي يحط على السوشيال ميديا أنا حبيبية الأطراش بمجرد أنه هو يزهر معاي على مكان عام أنه هو ماشي مع هذا الاسم وفي ناس كانت فايته هيك لتمشي مع هالاسم وكتشفت أنه لأ هذا الاسم كتير حلو وتعلقت بيلي الإنسانة اي وبمطرح ما قدرت تتكفي لأنه هو من الأساس كان بس براسه الشي اي يعني تبعا عندي سؤال تاني الضو حلو وصعب شو أعطيك؟ لك عطاني عطاني الشهرة عطاني محبة الناس عطاني اهتمام عطاني ثقة عطاني تميز لو اليوم نيليا ما كان عندها هيدا الرصيد الفني ايه كانت حياتي يمكن أريح أحلى أسهل أنا بقلك يعني وحققت أحلام مؤجلة أخد مني الـ اخد مني أني ممكن أنك مقررة أطلع شيء تاني غير ممثلة ما عملته بس أصدق على الحياة الشخصية شو بدك؟ لو ما كنت فنانة كانت حياتك شخصية مختلفة؟ بعتقد ايه بعتقد ايه يعني كان أكيد موجود الاستقرار هيدا الشيء أحلى أو لا؟ الضو وبعود يعود هيدا الشيء؟ بتصدق يا محمد بفترة من الفترات ما كنت فكر فيها هيك يعني كنت أقول لا الشغل وضو مو الضو الشغل الشغل أنا ما بعرف يعني ما بعرف أعود بلا شغل أنا حدا من أنا وصغير منتج وحدا من أنا وصغير بعرف قيمة المادة وبعرف قيمة المال وبعرف قيمة الشغل وبعرف قيمة الرجل يعني أنا ولا مرة اتكلت على حدا وبتعرفي أمتى السيناريو بتعرفي أمتى المخرج طبعا طبعا ليليا أنت مشتغلة وعاصرتي أجيال من المخرجين من أهمهم يعني مرأتي معهم أي أساد زي كبار إذا بقلليك بس هامل أنا بتعرف شو بعتبر؟ بس الخطيب بعتبر حالي حاتم علي كنت مع الزمن الجميل أعرف الطويل كنت مع الناس نشتغلنا بالزمن الجميل طبعا 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 هدول أساد زي كتير كبار تعلمت منهم وعلموني علموني أحترام الوقت علموني شو يعني أنت تجي حافز علموني شو يعني أنك أنت ما تتأخر علموني كيف تحترم من اللي كبير الصغير قبل اللي كبير أنا كنت بالزمن الجميل بالمهنة مهنة التمثيل اللي أنت بتحبيها أنت مش بس كنت تحفظي سيناريو وتجي بس على السات شو كنت تعملي بعد أنا من الناس يعني كنت أنا جيب تيعبي أحفظ راكوراتي اكتب بهذا المشهد أنا شو كنت لابسي وبالمشهد اللي بعده شو لازم يعني كان عندي تفريغ كامل للشخصية وعفكرة معظم ممثليننا بيعملوه هذا كله أنا تعلمته معهم منهم تعلمت الانضباط المسئولية المسئولية طبعا طبعا والانضباط طبعا واحترام قلت لك احترام الوقت احنا كان كان الأستاذ بسام الملة خليني أحكي على باب الحارة شوي هنحكي أوكي أبواصلين تفضلي بس را حقلك هاي الخبرية احنا كنا بقلب المشهد الواحد تقريبا فيه عشرين خمسة وعشرين ممثل بنات وشباب لأنه عائلة عصام وأبو عصام والجيران أوقات والناس اللي بتجي من الحارة لما كان يقول الكاميرا الساعة سبعة الصبح الكاميرا ترن الساعة سبعة الصبح كيف شلون أنا كنت أطلع من بيتي ساعة ثلاثة ونصف أربعة لروح على اللوكيشن لنقعد نحنا كتير بنات لنلحق فيش عشر بنات بالمئة كيف بدي يلحق لنقدر نحنا نطلع كلياتنا ونجهز فكان ممنوع لما ساعة سبعة كاميرا رن يعني خلاص ساعة سبعة بتزدت الإبري تسمع رنتها هلا يعني أنا بشوف أوقات أوقات يعني ببعض الأماكن مو بكل الأماكن لأ فينا سلساتة بتشتغل متل ما إحنا بنشتغل ساعة بشوف أوقات في استسهال يعني حتى في استسهال بالأسماء الأكبر منك والأقدم منك يعني في عالم بشوف حدا مثلا عن جد أنا ما بعرفه عن جد بس أنه بعرف أنه بسلم بكل أحترام بس هو بسلم وكأنه هو نجم كبير وأنا من معجبين مثلا فيه ما بفهمون خاصة من الجيل الجديد على فكرة سوشال ميديا غير المعايير ليليا للأسف بمطارح صار في يعني صار في ناس بتاخد الممثل المهم من عدد المتابعين اللي عنده تخيل خليني أنا أقول أنا بالعكس أنا السوشال ميديا حبيتها لأنه قربتني وي حبتك أي قربتني أكتر من الناس أعملت معاهم برنامج من غير ما خطبت لأنه هو برنامج بس هو كان حقيقتها ببرنامج وكانوا يدقوا لي شركات إنتاج ويسألوني عن ناس اللي طلقت معي ويقلوا لي نحنا شايفينك ماسكة ورقة وقلم وعم تكتبي فتحت الهوى مباشرة مع الناس بجرأة بدون خوف أي كلمة لتبرزي ما ويهبون بفترة كورونا كورونا اسمحي روح أبعد شوي أوكي سؤال جريء بطرحوا أوكي جنا نسمع جنا نسمع نتعمل نجم دروس أطلالاتك باعد عن الناس خليوني يشتاقوا لك السوشال ميديا بحياة ليليا الأطرش حرقت شوي من نجوميتك أو أخذت وخففت شوي من نجوميتك لك محمد ببعض المطارح هذا الكلام ممكن يكون صح بس أنا أنا بحب الناس والله بحب العالم ووقت بشوف عالم تعرفني أو بدأت تصور معي أو بدأت تحكي معي ما بتخلق دي قلبي بيكون يعني قلبي بيكبر فيهم ما فيني أعمل هاي العملة ما فيني أبعد عن الناس هن الناس هن هي اللي حبتني وهي اللي طلعتني وهي حتى وقت اللي أنا ما كنت كثير عم بشتغل أو بفترة الكورونا كانوا هن معي هن لليوم بيحبوني ما شو بيشتاقوا لك اليوم الناس بيشتاقوا يشوفوني على الشاشة يعني أنا لما بقول أني أنا هلأ عندي مسلسل كله بيقول ييه والله اشتقنا ييه والله لازم تطلعي بيشتاقوا يشوفوني وأنا بيشتاق طلع العالم من مكاني الحقيقي أنا ممثلة اي نعم السوشال ميديا حلوة واي نعم أنت بتقدر تعمل تريند وتتشهر وتساوي شو ما بدك بس أنا مو مكاني الأساسي هي هو السوشال ميديا أنا مكاني الأساسي هو التلفزيون لوح بده يحارب لحتى يحافظ على مكانه لازم تحارب أصلاً هو مو بس على المكاني أنت بالحياة بشكل عام كل الوقت عم بتحارب تأتي لمكان التلفزيون مكان التمثيل حاربت كفاية ليليا الأطرش تحاربت حاربت كفاية لتحافظة على مكانك كممثلة لا فاجأتك حقيقة بمطرح من المطارح أنا ما كنت بعرف حقيقة الجواب للأمانة أي بس أنا بمطرح مطرح مو لأني ما حاربت أو لأني ما كنت بعرف أنه أنا رح يصير معي هيك إذا ضليتني عم بعمل هيك شو اللي هيك ها ها واللي عم تعملي هيك أنا بفترة من الفترات وقتها تركت الشام وسكنت بلبنان كان عم يجيني أعمال أوقات تكون أعمال ذات سوية كويسة بس مثلا ما فيها كتير مادة ما فيه كتير مادة وأوقات العكس وأوقات الاثنين فأنا كنت أقول لا رح يجيني أحلى ورح يجيني مثل ما بدي وما رح أنزل وما رح أصور خليني أكيد أكيد حيجيني ما معودي يعني كل عمري بعرف أني أنا بشتغل بشتغل مو عمل واثنين وثلاثة بشتغل تسعة بالسنة بالسنة أنا كنت ما وقف شغل يعني أنا كنت علاقاتي حتى بأصدقائي واللي هنين حوالي هلأ كنت ما بشوفهم كتير وهنين بيعرفوا أنه ليليا مختفية خلاص ليليا عم تصور بشتغل فما كنت بعرف أنه أنت كمان كترة الاعتذارات بتخلي العالم تنسى أو بتخلي العالم تحكم تقول أنه هاي ما بتشتغل بس للا أماني أنا ما كان في شي مثل ما أنا بنتي يعني أو مثل ما كنا نشتغل فبحس أنه أنا بمطرح ما حاربت كان لازم حارب لو كان عندي الإدراك والوعي لهلأ هلأ 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 الإنسان بتعلم من تجاربه صدقني أنا ما بحب أنصح حدا ولا بحب حدا ينصحني ولا بحب حدا ولا بحب حتى أصحح فكرة حدا بقول ما رح يتعلم إلا من كيسو والحقيقة هاي اللي صارت معي يعني إن شاء الله يا رب يحبونا الناس و و ويستوعبونا ويفهموا حب حالك شو بدك بالناس بتعريفة حب حالك أنت صايرة أحكام العالم كتير آسية أنا قوية ومحصنة بس أوقات الكلام مؤذي الأوقات الكلام أنا بمرء بس هو بيطلع بمطرح يمكن يطلع بصحتي يمكن يطلع بكسرة قلب يمكن يطلع بكسرة خاطر العالم أسيس صايرين شوي بأحكامهم عن الناس ما بيعرفوا زرفك شو بيشوفوهن بيشوفوك طالع ولعبس ومتأنقوا وشكلك حلول لأنه أنت بدك بدك تطلع هاي الصورة العالم ما ننقصة يعني ما همه ما معقول أنك أنت تجي تقوله أنه أنا هلأ تعبان مأهور مخزول مكسور فشوي بخاف من الأحكام طبع الناس صرت هلأ هلأ صرت بخاف بتقول له نستوب؟ عن جد ياريت يعني ياريت شوي قبل ما تكتبوا أي كلمة إذا ما فكرتوا بالشخص فكروا باللي حواليه إذا ما فكرتوا بالشخص فكروا بأهله قاسيين كتير أنتوا الدنيا كتير قاسية كمان كمان حكي كتير قاسي ما بحب يعني أنا خلص أنا بحبكم كلكم لو شو ما قلتوا بس شوي خفوا خفوا نعمة أو نقمة نعمة فكرت أي لو أهلي رحت عن نقمة أي لا بس أنا رح أعتبرها نعمة نعمة لأنه أنا لليوم بيقلولي لطفية لليوم لليوم بيسألوني على عصام لليوم بيسألوني على سعاد الصغيرة لليوم بيسألوني على كل شخص بباب الحارة وكأنني أنا قاعدة لليوم بيكتبوا تحت صوري وبيقولوا للي عصام تعشوف مرتك تعشوف مرتك طالعة بالقرعة فأنا بعتبرها نعمة وين كانت نقمة لأنه لو أهلي حسيت أنه حسرتك يعني حدتك تماما لأنه أنا عاملة كتير أدوار بيقى شامية والناس بتعرفني بهذه الأدوار يعني أكتر من عشر مسلسلات وبعض لطفية أقول تماما بس هي بمطرح كانت نقمة أنا بقول لك لي لأنه أنا ما عملت شي بعض لطفية علم مو علم يكون قوي بقويتها بقويتها يعني علم هالقد بطلطفية عفكرة أغلب ممثليننا بباب الحارة لليوم بينقللون العقيد لهلأ بيقولوله عقيد أبو عصام لا هلأ بيقولوله أبو عصام هذا عباس النوري يعني معتاز لهلأ بيقولوله معتاز عصام اللي هو لا هلأ بيقولوله يعني فريال سعاد ما بتقدر تنساهم هدول العالم إحنا بعد المسلسل شو أنا بالنسبة لقلي اشتغلت سبع أجزاء سبع سنين نحنا عام نفوت على بيوت الناس بوقت يعني اللي هو الزروي فلا هي نعمي يعني أنا وعن بعد حلقة لحظت شغلة أنت بلشت يعني قبل دي ما اندلفت وانت بلشت تقريبا بنفس الفترة مع سلاف سلافة معمار وبينك وبين كارث بشار يعني ما في كتير لشو بدك توصل لا 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 صمت شو هي بحترم شكرا أنا بسوط أنك عم تضحكي اي حلوة كارث حلوة لأنه أول مرة بقول إشي من قلبي كتير وما فكرت فيها تعرضت عن خيانة ييه طبعا عادي انه هلأ بدي إزي لك لا عادي يعني عادي هو الرجل اخوان ورغم هيدا عم تقولي عنه اخوان وبعدك مصر تحبيه وناطر الحب وناطر تيه متل ما هو كمان ناطر نصه الثاني اللي هي يحوى المرأة يعني باي سنة الحيات صعبة شو اللي بيبكيكي بتعريف أوقات يمكن يبكيني يعني مو حدث حزين يمكن يشوف اتنين مشتاعين لبعض شافوا بعض بعد فترة قدي بيكون سعيدة هاللحظة ممكن تقهرني وتبكيني ممكن ظلم عحالك بتبكي؟ قليل قليل قلتلك صرنا اخر مرة بكيتها عحالك وقت تعبت شوي بس سلام نيحة اموري تمام طبعا ممبين ايه الحمد لله الحمد لله في راحة وهدوء بالحوار معك يعني ما عم بقدر اصفه بالكلام عن جد كتير مرتاحة ومبسوطة بشكرك على كل لحظة صدق كانت كلها صادقة حرط بحرط